هكذا بدأ الإقبال حتى قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها وحتى مع دعوات المقاطعة فأكثر من خمسين مليون مصري يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مصرية يتحدث فيها الجميع عن الاستقرار جاينا ننتخب عشان مصر تستقر عشان نعيش في أمان لازم نوزلنا ده في فايدة طبعا واللي قعد دوات ومنزلش التخب دوات ما عملش فايدة للبلغ لازم ينزل وينتخل عشان نتقدم بقى شوية ونرتاح كده كلنا بإذن الله إجراءات أمنية مشددة رافقت سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة والصباق بين محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين وأحمد شفيق المحسوب على النظام السابق التوقيت في الانتخابات محوري فهي تأتي بعد يومين فقط من حل مجلس الشعب الذي كان حزب الحرية والعدالة الضراع السياسية للإخوان المسلمين هو صاحب أكبر عدد من المقاعد فيه كما أقرت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي كان سيحرم شفيق من خوض السباق وهو ما دفع الإخوان المسلمين إلى التحذير من وقوع عمليات تزوير في الإعادة على الرغم من أن هذه الانتخابات يشرف عليها أكثر من 9 ألاف مراقب محلي وأكثر من 200 مراقب من ثلاث منظمات دولية علاوة على مراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وما زال من غير الواضح إن كان المجلس سيسلم السلطة كما وعد بحلول الأول من يوليو تموز فالأوضاع الجديدة التي لم يعد فيها حتى للمؤسسة التشريعية المنتخبة وجود تعيد الأمور إلى مربع التساؤلات مصطفى المنشاوي بي بي سي